السلام عليكم اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نختار كلمات مفتاحية قوية جدا عن طريق البرنامج ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل بقية المزايا الرهيبة بتاعة البرنامج وازاي نتصدر نتائج البحث بسهولة جدا على اليوتيوب وعلى جوجل في اقوى الكلمات المفتاحية تابعوني طب انا دلوقتي عاوز اعرف انا اخترت صح ولا غلط تاني حاجة عاوز اعرف الكلمة دي قوية هتساعدني ان اتصدر نتائج البحث بسهولة ومرافستها هتبقى قليلة ولا ضعيفة وبالتالي هنيجي بقى لاهم خاصية واقوى خاصية موجودة في البرنامج ان انت اللي بتعملك تحليل كامل للكلمات المفتاحية وللفكرة والموضوع بتاعك اللي انت مستهدفه عشان تعرف ازا كان الموضوع ده كويس ولا لا انك تعمل فيديو للموضوع ده ولا ما تعملش فيديو اللي الكلمة دي قوية ولا ضعيفة كل ده هنعرفه في قايمة بنبدأ هنا نعمل الكلمة المفتاحية اللي انا اخترتها من الكيوورد ولا يكن مسلا الكلمة المفتاحية دي وبعد كده نضغط هيبدأ يطلعلك كل الفيديوهات اللي بتنفسك في الكلمة المفتاحية دي على سبيل المثال الفيديو ده مثلا ترتيبه رقم تسعة في الكلمة المفتاحية دي لو بحثت عن الكلمة دي الفيديو ده يطلعلك رقم تسعة الفيديو ده رقم تمانية الفيديو ده رقم تلاتة الفيديو بتاعي ظهر اللي انا عامله اصلا رقم ستة بينافس في الكلمة المفتاحية دي على الرغم اللي هو 354 مشاهدة تعالوا مع بعض كده نعمل تحليل الفيديوهات دي وعشان نفهم مع بعض التحليل ده ونفهم احنا هنستغل ده ازاي الفيديو ده السيو بتاعه سيء جدا يعني انت دلوقتي لو استغلت الكلمة المفتاحية دي وزبطت العنوان بتاعك وزبطت الدسكريبشن بتاعك عليها تقدر تفوز عليه بسهولة جدا طيب اللون الاحمر ده بيؤشر لإيه اللون الاحمر ده بور يعني معنى كده الفيديو بتاعه سيء جدا في الحاجة دي سواء في السيو ولا سواء في الكومنتات ولا في اللايقات وهكذا مده كده متوسط يعني انت هتقدر تنفسه بس يعني المنافسة هتبقى متوسطة ده اللي اقدر دايب بنته كده المنافسة هتبقى صعبة قوية يعني على سبيل المثال الفيديو ده في ري باد سيو باللون الاحمر في السيو بتاعه تقدر تتصدر عليه في السيو زي ما حصل معايا وفعلا تصدرت عليه ووصلت الرقم ستة على الرغم اللي هو عدد المشاهدات بداحته تلتمية وعشرين الف مشاهدة وعنده الفين سبعمية وستين كومنت وعنده تلاتاشر الف لايك عشان كده البند ده هو قوي جدا فيه بصفة عامة بيبدأ يديك النتيجة النهائية فيري باد تايتل العنوان بتاعه فيري باد والديسكريبشان فيري باد والتاجز فيري باد يعني انت هتقدر تفوز عليه بسهولة جدا لو زبطت الفيديو بتاعك صح تبقى للبرنامج هيعمله لك كمان شوية هنعرفه دلوقتي حالا هتتصدر عليه بسهولة وده فعليا اللي حصل معي طيب كل الكلام ده كوم والنقطة اللي انا هتكلم عليها دلوقتي كوم تاني رانكينج ريبورت دي بقى الخلاصة ودي بقى اللي تقدر تستخدمها وتبقى متطمن وبإذن الله بعد ما تستخدمها هتشوف نتائج عمرك ما كنت تتخيلها هتبص تلاقي بيقولك بص من الاخر صعب انك تاخد الفرست بوزيشنز يعني اول مركز وتاني مركز وتالت مركز ولكن عشان توصل للصفحة الاولى في اليوتيوب يعني سهل جدا انك توصل للصفحة الاولى في اليوتيوب طيب طب انا يا عم محتاج ايه عشان اوصل لأول مركز وتاني مركز والمراكز الاولانية طبعا هو بيقولك هنا عدد المشاهدات سبعين الف وكام لايك عشان توصل للمراكز الاولانية المهم عندي في الموضوع ده كله وده بقى الكنز فعلا وده اللي يستهل البرنامج هي الكلمات المفتاحية دي الكلمات المفتاحية دي يا جماعة الله هتوصل لنتائج البحث في فترة قياسية بمجرد اما تستخدم الكلمات دي ومع اول مشاهدات والفيديو كده يبدأ الفيديو يتعرف عليه ومع بعض الكومنتات واللايكات الفيديو بتاعك مباشرة هيتصدر نتائج البحث في معظم الكلمات المفتاحية دي مش كده وبس ده هو بيقول لك هنا عشان تظهر على الصفحة الاولى في جوجل محتاج هنا محتاج طبعا ال back links دي طبعا انك تعمل تضمين للفيديو بتاعك في المنتديات في صفحات الفيسبوك في المواقع تجي انت بس خمس مواقع او خمس منتديات لو حطيت اللينك بتاع الفيديو بتاعك فيهم واستخدمت الكلمات المفتاحية واستخدمت اللي هقوله لك كمان شوية ده مية في المية هتوصل للصفحة الاولى في جوجل يبقى كده احنا حصلنا على الكلمات المفتاحية القوية اللي هتساعدني ان اتصدر نتائج البحث في اليوتيوب وجوجل بسهولة جدا بالنسبة لي كده البرنامج بهمته انتهت ليه ببساطة شديدة هاخد الكلمات المفتاحية دي كوبي كده واروح رايح لليوتيوب نفسه او حتى هنا او البرنامج واعمل لها بيست كنترول في هتسهر قدامي زي ما انت شايف طبعا الكلمة المفتاحية الاساسية اللي انا اخترتها ابدأ احطها في التايتل لو اقدر لنا اكررها مرة تانية بصيغة تانية يفضل يعني مثلا كلمة حقوق الطبع والنشر لو اقدر احطها في العنوان تاني يفضل ممكن اعمل فاصل كده تخطي حقوق الطبع والنشر في اليوتيوب اروح مثلا كاتب ايه حقوق الطبع والنشر ببساطة على سبيل المثال طب ايه الحكمة من كده اللي انا كده دلوقتي بلعب على كلمتين كلمة حقوق الطبع والنشر وكلمة تخطي حقوق الطبع والنشر بديل كلمة الاساسية بتاعتي ودي كلمة برضو حطتها معايا بحيث اللي انا اقوي فرصي في تصدر نتائج البحث لان الكلمة مكررة مرتين بعد كده ببدأ اكتب ديسكريبشن متضمن فيه جميع الكلمات المفتاحية او معظم الكلمات المفتاحية ودي طبعا حاجة مهمة جدا يعني مثلا هقول له في هذا الفيديو تم شرح واروح واخد العنوان كده تخطي حقوق الطبع والنشر في اليوتيوب اخد كوب كده الكلمة المفتاحية وحطها هناك وحطها هناك في هذا الفيديو تم شرح تخطي حقوق طبع والنشر في اليوتيوب وتم شرح واروح حطت الكلمة التانية بتاعت العنوان حقوق طبع والنشر يبقى انا كده بتلكك ان ادخلها في جملة في قلب الديسكريبشن وعلى فكرة دي مهمة جدا 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 اليوتيوب دلوقتي يعني الاساس عنده الديسكريبشن التاجز تقريبا اليوتيوب دلوقتي ما عادش اصلا بيبص لها التركيز كله على الديسكريبشن والعنوان فاركز في النقطة دي كويس طيب يبقى انا بابدأ احط الكلمات الاساسية اللي في العنوان الاول كلمة الاساسية اللي انا مستهدفها في البداية وبعد كده بتلكك ان ادخل كل الكلمات دي وهذه الطريقة على سبيل المسال مثلا ممكن اكتب وهذه الطريقة استطيع ان اتخطى حقوق الطبع والنشر في مباراة كرة القدم وتم حل مشكلة حقوق الطبع والنشر في اليوتيوب وتم شرح طريق نشر اهداف كرة القدم بين حقوق وهكذا وفدأ يعني ابدأ ادخل وطبعا الناس اللي بتاخد التاجز كوبي وتحطها في الدسكريبشن طبعا مليون في المية هتترفض في تفعيل الدخل وقناتك استحالة تتفعل وهتاخد مخالفة لارشادات المنتدى المنتدى على اليوتيوب لازم يا جماعة التاجز تكون دخلة في جملة مفيدة تكون دخلة في جملة مفيدة انا بنبع النقطة دي عشان فيه ناس كتير بتستخدم الحتة دي وفرحانة واخد التاجز كوبي في الدسكريبشن وطبعا الناس دي ما تزعلش اللي قناتها استحالة تتفعل وممكن اصلا تتحذف خالص من اليوتيوب لان دي بيعتبر احتيال واليوتيوب ما بيستهونش بموضوع الاحتيال هنفترض مع بعض دلوقتي واحد كسول شوية وانا لسه عاود اكتب دسكريبشن وطبعا يعني للأسف يوتيوبرز كتير يعني بيكسلوا يكتبوا الدسكريبشن وبيكسلوا يكتبوا يعني بيطعب قوي في الفيديو بتاعه وببصت لاقي مكسل يكتب شوية الدسكريبشن كويس ومستهون بالدسكريبشن طب انا عم واحد كسول الناس الكسولة دي البرنامج وفر لك امكانية رهيبة امكانية حلو قوي هي ايه اللي هو بيريحك خالص بيكتب لك هو التايتل وبيكتب لك الدسكريبشن وبيعمل لك التاجز وبيعمل لك كل حاجة عن طريق ثلاث مميزات اول ميزة عندي هنا ببدأ اكتب الكلمة المفتاحية بتاعتي كده طبعا انا الكلمة المفتاحية انا لو رجحت تاني للكي وورد عشبدا لما اعود اكتبها مسلا لو رجحت تاني للكي وورد هنا هي دي الكلمة المفتاحية اللي انا اخترتها هختار كوبي تو كليب بورد تاني مفيش مشكلة وابدأ اروح هنا وابدأ اكتب الكلمة الاساسية اللي انا عاوسها واقول له هنا زي ما انت شايف البرنامج جاب لك هو عنوان اختار لك هو عنوان واكتب لك كويس واعمل لك تاجز للفيديو بتاعت طبعا الكلام ده تبص تلاقي فيه حاجات متلغبطة يعني مثلا هو تلاقي مكرر العنوان مرتين وطبعا ده مش مناسب خالص للفيديو ده يعني مدخله في جملة مفيدة فابدأ احزف وزبط كده هو هنا اختار لك كلمتين مفتاحيتين قويتين وطبعا للأسف هو اختار الكلمتين المفتاحيتين اصلا بتوع الفيديو بتاعي عشان خاطر هو السيوب بتاعه كويس فهو رح واختهم وحطتهم عندي وخلاص ما يعرفش ان اصلا صاحب الفيديو بدأ هو هنا يكتب لك طبعا يا جماعة هتبصت لك متلغبط شوية يعني مثلا هو رح مكرر العنوان بدون اي معنى يبانى المفترض ان انا ابدأ ازبطه بقى يعني مثلا اقول له ايه تم شرح مثلا كلمة تم شرح هتدي مصداقية للكلام يبانى ممكن اقول له هنا تم شرح تخطي حقوق الطبع وناشي في اليوتيوب بيقول لك هنا طبعا هو اخد لك بقى كلمات كلمات دي طبعا هو مهتم او بجوجل يعني عشان تتصدر في جوجل فواخد جمل من جوجل بحيث انك تقدر تتصدر بسهولة في جوجل فانت ممكن تبدأ تزبط بقى تبدأ تزبط الكلمات دي بسهولة لو انت عاوز تغير حاجة برضو ما فيش مشكلة لو انت مش عاوز العنوان ده مش عاجبك عادي خالص ممكن تروح شطبه خالص كده وتقول له يا عمنا العنوان ده انا بحيث انا عاوز العنوان ده تضغط عليه مرتين هيبدأ يتولد لك فوق ويزهر لك فوق ببساطة هيبدأ هنا يعمل لك اختيار عبارات يعني هو يرشح لك جمل وعبارات انت ممكن الديسكريبشن اصلا كده مش عاجبك ومتلغبط والدينا بايزة وانت مش شوان في حاجة فانت عم تختار الكلمة اللي تعجبك هنا مثلا الكلمة اللي تعجبك تبدأ تختاره الجملة دي عجباني اضغط على اتنين كليك كده خلاص يبقى انا كده ايه خدت الجملة دي على سبيل المسال طبعا يعني ولكن انا شخصيا مش بفضل الطرق دي نهائي انا بفضل انك تاخد التاجز زي ما اتفقنا قبل كده من النشأ ودي بإذن الله دي اللي هتوصلك وهتخليك تصدر نتائج البحث وتكتب انت تضمن فيه كل التاجز في لان معظم الجمل دي هتلاقيها متلغبطة ومش هتقدر تستفاد منها كتير وما تحاولش تسيبها زي ما هي عشان برضو ممكن في المراجعة لدول القناة ممكن تحصل مشكلة لما القناة تتفعل بسيبها زي ما هي ورايح دماغك ومليون في المية هتتصدر نتائج البحث في جوجل يعني في كلام فاضي في وقت قصير جدا برضو هنا فيه لو فيه تاجز هنا مش عاجبني يعني التاجز ده مثلا مش عاجبني ايه علاقته بالموضوع اصلا ملوش علاقة بالموضوع هو ده عم عاجبني كويس ابدأ اضغط عليه كده هيبدأ يطلع لفوق يبا انا ممكن اختار تاجز معينة من هنا طبعا انا زي ما اتفقنا الطريقة دي انا شايف هل هي مش مناسبة خالص انا شايف اللي الطريقة المناسبة هي ودي اللي نتائجها مؤكدة مية في المية اخر ميزة عندي في البرنامج وهي وده بيمكنني ان اعرف ترتيب الفيديوهات بتاعتي على جوجل وعا اليوتيوب في كلمات بحس معينة يعني مسلا لو قلت وجبت لينك الفيديو من اليوتيوب وحطه هنا وابدأ انا عاوز اشوف الفيديو ده ترتيبه كام على جوجل وعا اليوتيوب في كلمة الربح من اليوتيوب على سبيل المسال وقول له هيبدأ يضيف الفيديو زي ما انت شايف كده هبدأ اعمل هتبوص تلاقيب يقول لك والله الفيديو ده دلوقتي على يوتيوب رقم واحد او هيطلع على رقم واحد هو اتنين وهيطلع على رقم واحد طب قبل كده طبعا هو انا مش مش موضح بيست رانك اللي هو طلع رقم واحد فعلا طب يا طرح هو موجود على جوجل ولا لسه لسه مش موجود على جوجل نوت ان طوب خمسين في اول خمسين فيديو وساعات على فكرة بيبقى يعني البرنامج بيبقى فيه اخطاء وبيقول لك هنا عدد المشاهدات وعدد الكومنتات بتاعة الفيديو وبيكتب لك هنا الكلمة المفتاحية اللي انت بتبحس عنها طبعا انت ممكن مرة واحدة يعني مثلا ادد نيو فيديو وتحط اللينك بتاع الفيديو كنترول في وتحط كل الكلمات المفتاحية مرة واحدة ويبدأ هو يزهر لك كل كلمة ترتب الفيديو بتاعك على اليوتيوب كامل اتمنى تكونوا استفدتوا واتمنى الموضوع يفيدكوا واي حد عنده اي استفسار يسيبوا في كومنت وان شاء الله نرد عليه والسلام عليكم اشتركوا في القناة